السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم متكتر عاملين ايه اتمنى تكونوا خير ان شاء الله رمضان مبارك عليكم كل سنة وانتو طيبين ان شاء الله معنا العمل بتاع الباسل سلايدز يعني بتاعتها باذن الله نحاول ننجزها باذن الله احنا عندنا تمانية سلايدز معنا تمانية سلايدز دولة اول واحدة فيهم اول اتنين فيهم بتكلموا حاجات فيزيس النورمال بتاعت الاندومتريام بتشوف اول عشر تيام بيكون بروليفريتر فيز وبعدين 14 يوم الثانيين بروليفريتر دي اللي تحت تأثير الاستروجين غير طبعا السكريتر اللي بتبقى تحت تأثير البروجستيرون يعني انتو عارفين الحاجات دي بقى في الفيسيولوجي وكده يعني اكتر مني بكتير المهم اي كلام فيه ما عالش في اي مكان نيجي نذكر فيه الاندومتريام احنا عارفين الهستروجي بتاع الاندومتريام كان عباره عن جلاندوسترومة ففي اي سلايد هنكلم عن الاندومتريام هنتكلم عليه من ناحية انه فيه جلاندس وفي ايه وفيسترومة خلينا دلوقتي في البرولفريتر فيز اول حاجه الجلاندس احنا وانا جلاندوسترومة الجلاندس هنا هي بروليفريتر بتبس بيبقى بروفريتر بتاع شكلها يونيفورم وكلهم شاهب بعضهم راوندد وصمول صغيرين في الحجم ولو اخدر قطسك شانطول شوية هلاقيهم لا ده تيبيولر بتبقى طويلة كده ليه هي اسنق بروليفريتر ولسه مفيش ايه مفيش سيكريشن يبقى اول حاجه تكلمنا على الجلاند من ناحية الشيب بتاعها ان هي سمول وراوندد ويونيفورم تاني حاجه هنتكلم عليها اللاينينج بتاع الجلاند دية في البرولفريتر مفيش سيكريشن فالخلايا بتبقى قصيرة شوية كويبويدل خلايا كويبويدل والنيوكلس بتاعتها شوية ايه شوية الونجيتي دي مش عارف رسمها معلش صورة يبقى دلوقتي الجلاند اتكلمنا على حاجتين الشيب بتاعها ان هي سمول ويونيفورم وراونددد وضا ظاهر عندنا في الصورة اصلا والصورة دي نفسها الصورة التانية يعني وتانية حاجه اللي هو الشيب اللي هو اللاينينج بتاع الجلاند اللي هو من ناحية انها مفيش سيكريشن فبتبقى قصيرة شوية خلايا كويبويدل والنيوكلس بتاعتها الونجيتد فيها فيو مايتوزيس يبقى نيوكلس بتاعتها الونجيتد وفيو مايتوزيس ده من ناحية ايه كده كلمنا على الجلاندس عموما تانية حاجة الاسترومة الاسترومة في حالة بتكون فيها سلز كتير والخلايا دي بتبقى سبندل سلز اللي هي الخلايا مغزلية الله مبعرفش ارسم خلص سبندل خلايا اسبندل مغزلية انتو عارفين بقى شكل مغزلية ايه ده ساد يبقى البرولفرتفز بتاع الاندومتريم اللي هي صورة شبهة اوي اللي احنا شايفينها قدامنا مفيش حاجة شكلها حاجة منظمة كده الخلايا شبه بعضها وفي النص دي في خلايا كتير حتى منبص على الصورة اهي شايفين الخلايا الجلانس كلها شبه بعضها تقريبا وفي النص دي وفي النص في خلايا كتير كتير متنطورة هي دي البرولفرتفز في اندومتريم تعالوا على السيكريتوري فيز السيكريتوري فيز هنتكلم على نفس الحاجات اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن جلانس وعبارة عن السرومة واللي الجلاند هنتكلم على شكلها والليننج بتاعها احنا دلوقتي فيه فالجلاند نفسها هتكبر بس مش اي كبر بقى لا ده هتبقى الونجيتد وطورشوست يعني بقيت طويلة ومعراجة كتير بتاني حاجة الليننج بتاعها بقى فيها دلوقتي بسيكريت فهتبقى طويلة خلايا طول كولومنر سيلز بيزة أوفل نيوكلس وهلاقي فيه فيه سيكريتوري جيرانيولز بقى اللي هي ظهر اصلا في الصورة هنا لو جايش نشوفو لو حابين تشوفوها شايفين الحتة البيضة دي كلها تعبارة عن سيكريتوري سيكريتوري جيرانيولز فسيكريتوري جيرانيولز ما هي الخلايا لان اصلا هات سيكريتينج كتير و الخلايا يعني في مضحب السيكريتوري بتكون بالسيكريت يعني يبقى احنا اتكلمنا على الجيلاندس من ناحية الشيب بتاعها ان هو والليننج بتاعها ان هي خلايا طول كولونر سيكريتوري طول كولونر سيلز وبيزل نيوكلس ومليانة فاكيولز سواء كان سيكريت سيكريتوري سيكريتوري سيكريتور سيكريتوري هنا هادي من ناحية حاجات برده انتو اخدتوها في الاستولوجي يعني بالتفصيل يبقى بتبقى ادمتس مليانة مليانة مياه يعني وفيه سبايرال ارتريولز ديت اللي لما تكون ستريكت هيحصل بعد كده المينسس الكلام ده يبقى كده اه الشكلها تحت الميكروسكوب والصورة هي نفس الصورة اللي بتجيلكو اصلا اللي هو الخلاقي شايفين الونجيتل جلانس قصدي الونجيتل جدا زي سرومة ديت ادمتس بصية مش واضحة واللاينينج بتاعها اصلا مليان فاكيونز اللي هي اللقاءة البيضة اللي هو انت البيضة دي هنشوف اسوراليا اهي نفس الفكرة الونجيتل جدا زي الجلانس وفيه الفاكيونز واضحة اه الخلايا عندنا فيه فتحات فيه فتحة فتحة كأنها يعني اخرام في الخلايا ده نفس الفكرة نفس الفكرة مش هتلغبطنا مع اي حاجة ما فيش اي حاجة شبهها اصلا اه باذن الله يعني تالت تالت اه حاجة مع معنا اللي هي السمبل اندومترا هايبربلزيا انتو عارفين ايه عن السمبل اندومترا هايبربلزيا من اسمها اصلا اندومتريم حصل فيها هايبربلزيا زيت اندومتريم كان جلاند وسترومة يبقى حصل هايبربلزيا في جلاند وفي الاسترومة نفس الفكرة وكان فيه ريشيو بيحطوه كده ما بين الجلاند نسبة الجلاند الاسترومة في الاندومتريم يقولك هنا في الحلقة دي لا زيادة الريشو هيزيد عن الطبيعي ثاني وزي اي تعليق قبل كده اتكلمنا عليه نتكلم عن جيلان ونتكلم على ايه ونتكلم على استرومة ما ان جيلان ديسكترس في الشكل والحجم مش هيبقى متشابه يعني كتر كتير يعني فهيبقى variable in size and shape يبقى ده بالنسبة للشيب ثاني حاجة نتكلم عن lining ال lining الطبيعي ايه هو columnar احنا قلنا لما كويبادل او columnar الفكرة كلها دلوقتي يا ترى هو columnar layer واحدة ولا اكتر من layer بما ان في hyperblizzard يبقى احتمال ان هو يكون فيه stratification يعني يكون اكتر من layer فوق بعضها اكتر من layer عمل بابلية عمل او branching الحاجات دي كلها ايه احنا معرضين ليها مدام احنا ايه في hyperblizzard والخلاق قعدة بتنقسم كتير يبقى من ناحية الجيلاند اتكلمنا على شكلها ان هي variable in size and shape ان هو columnar cells ولكن ايه مختلفة بقى يا ترى مختلفة في stratification ممكن تكون صود stratified يعني خلايا تويلة خلايا خلايا اسراء فمحسساني كأن ايه ان يكلس على على مستويات مختلفة يعني فانا مش شايفة ام فان فكرت فكرت يعني ان كذا ليا زي ما انتوا شايفين بصوا شايفين هنا تحسي حتة ديت خلايا طبقة واحدة هنا لا بقى كترت تحسيها كذا طبقة نفس الفكرة هي دي فكرة هنا حتة تلاقيها اصغر وحتة تلاقيها اغمى وهكذا ده من ناحية الجيلاند ثاني حاجة من ناحية سترومة بيقولك ان هي dense وكمباكت dense وكمباكت في ناحية البرولفريشة 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 السكرترو قالك لا ده فيها اديمة اديمتس وفيها سبيرال ارتريولز جاي في الاسيمبل اندوميترال هايبربلزي راح جايلك لأ ديت باقي دينس وكمباكت عشان فيها هايبربلزي في السترومة الصور بتاعتها الصور بتاعتها هنا نفس الفكرة شايفين الجيلاند شكلها مختلفة في الحجم الزائف شكلها مختلفة وحجم مختلفة مش شبه خالص البرولفريشة ولا شبه السكرترو فاس واللايننج بتاعها في حتة بيبقى تقيل وبحتة يعني كأنه كذا في حتة تانية بيبقى سن شوية يعني احتمال ان هو يكون لير واحدة دي الفكرة ما ننساش السرومة الصورة اللي تحت الصورة بتاعتها نفس الفكرة خالص اختراف اللون بس نفس تحس نفس الصورة اللايننج بتاعها حتة كتير وحتة واحدة اشكال مختلفة في منها شبه سلت وشبه السيستيك المضالية تتواصعين بزيادة فيه استرومة الاسترومة كتير عشان كده الاتنين هما زيادة يعني الجلاند والاسترومة الاتنين زيادة في السم الاتنين بيترها الصورة دي بقى يمكن هي مش واضحة شوية مش زي اللي قبلوهم يعني ولكن نفس الفكرة يعني برضك فيه جلاندس مختلفة في الاشكال وفي الاحجام ومتنطورين في كل حتة الاسترومة بتاعتنا كتير هي ممكن تكون مش اوضح حاجة ولكن هي متلغبطناش من حاجة تانية ان فيش حاجة تانية شبهها يعني مش كده مش كده اي حاجة بعد كده هناخدها مش شكلها كده خالص فعشان كده متلغبطناش باذن الله وفباين هو سيكشن في الاندومتريا معطر فوض كده وكمان فيه خلاق الجلاندس أشكال مختلفة وفي مختلفة الأشكال والاحجامية كده هناغلصنا 300 ناخد للربعة الهي الادينومايضس بتاع يحتراس امتعون هاذ ا годينومايضس عبارة عن الآبرها اندومتريا موجود في ا Pushse upgrade امتلاali الهندومتروم عبارة عن ايه؟ جلاندوستروم يبقى احنا نجي نعلق على عدنومايوسوس عبارة عن ايه؟ جلاندوسترومو فبردك نفس الفكرة هنتكلم على الجلانز شكلها واللينينج بتاعها فيقولك شكلها variable in size and shape عادي جدا طب اللينينج بتاعها يقولك اللينينج بتاعها كويبويدل سلز خلايا كويبويدل ووفل شيب نيوكلس تحسيها شبه شبه خلايا البروروفيتف فيز ان هي كويبويدل ووفل شيب نيوكلس يبقى ديه من ناحية اللاينينج يعني اللاينينج قولنا شبه البروروفيتف من ناحية ان هو كويبويدل قصيرة وهي اوفل نيوكلس عادي جدا ولنسبه الاسترومو الاسترومو هي نفس الاسترومو العادية المتوقع اللي هي سيدور يعني وسبندل شبه ولكن هو ما تكلمش عليها هنا يبقى الادرينوميوزيس اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اندومتريام موجود فص الماومتريام يبقى فيه سيكشن في الماومتريام حتى انتوا لو جبتوا الصورة هنا هتلاقوا ده ده ماومتريام ده اندومتريال جلاندوسترومو الماومتريام هتحسوها يعني هتحسوها ان هي باندلز كده اما دي طبعا جلاندس وسيستيكاليضايليتي تواصعة جدا ازاي؟ وما بينها السرومة بتاعتها شوفوا الصورة اهي شايفين واختلاف الالوان كمان يعني هنا يعني هنا شايفين الباندلز بتاعت الماومتريام بتاعت شوية يعني هنا بقى لا تلاقي حاجات مفتوحة كده اللي هي الجلاندس بتاعتنا جلاندس 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 متنطورة في كل حتة وما بينها السرومة بتاعتها اللي هي فيها خلايا يبقى تكلمنا عليها من ناحية ايه؟ ان هو ده في الماومتريام وريني اندومتريال جلاندوسترومو وشكل اندومتريال جلانده دي مختلف الاشكال والاحجام واللينج بتاعتها كوي بويدل وقوفل نيوكلس شمح بتاعت البولورف ريتل والسرومة بتاعتها سيلولار وكده وقولها على ايه؟ امه حتى مزاكراش يبقى كده مش هسألكو عليها في الكومنت بالإذن الله تعالوا نشوف مطلق مضناش في ايه حاجة مفيش حاجة وصرتها واضحة يعني فيه جلاندس وفيه استرومو هنا فيه جلاندس وفيه استرومو اللي اندومتريال كارسينومة وكون عامل انفيجن الماومتريام هتلاقي الاسترومة قليلة جدا مش ظهرة بالطريقة دي من نفس الفكرة هي نفس الصورة بس واخد منها جزء اصلا كانوا مقربلي على جزء بس يعني براعني ديت اللي هي البندلز اللي انا كنت بقول لكم عليها من شوية البندلز بتاعت المسلز وهنا دي الاسترومو بتاعتنا ودي الاندومتريال جلاندس اللي هي واسعة كده او اللايننج بتاعتها كوي بويدل دوت حتى مش سكرترو يعني متحسيش ان فيها سيكريشنز قوي يعني ونفس الفكرة شايفين الجلاندس اشكالها مختلفة ازاي نفس الفكرة كده الادنو مايزز خلصت اه تعالوا نتكلم انا بحب دايما اقول لكم منت الاول ان نكون عارفنا الكومنت يعني وبعدين نبص على الصور بقا اول نشوفه احنا دايما ممكن نعرفها يعني الادنو كارسنوما بتاع اليوترس اه ادنو كارسنوما اللي هو طالع من الاندومتريال كارسنوما يعني عمل انفجن للبوضي بتاع اليوترس فهو دايما بيقول لك سكشن في الميومتريال في انفجن بالاندومتريال جلاندس وسترومة ويبدأ اتكلمك على اندومتريال جلاند ان هي فيها ماليجننت كريتري فهمتوا الفكرة سكشن في اليوترين وال في انفجن بالماليجننتي جلاندس الماليجننتي جلاندس يبدأ اتكلم على الشيب بتاعها المتوقع ان هي ايه ماليجننتي يبقى في الريجولار انشيب وصايز الريجولار انشيب وصايز تاني حاجة اللييننج بتاعها عبر عن ايه ماليجننتي سيلز اللي هي برضك وشيب اللي هي بوليمورفيزم يعني بوليمورفيزم وفي هايبر كروماتيزم في ميتوتيك فيجرز اللي هي الحاجات بتاعت الايه بتاعت الماليجننتي العادية اللي هي حاجات الماليجننتي العادية وصفات الخلايا الماليجننتي وبعد انا نتكلمك على الاسترومة بقى الاسترومة المتوقع في زوازه بالتيومر از اصلا بتكون سكانت استرومة وفيها شوية انفلماتري سيلز عادي جدا في همروديونيكروزيس عشان ده تيومر يبدأ ادوم كرسونومة او الاندومتريال كارسونومة ابارة عن ايه هو اندومتريال كمسر عمل انفريشن للبادي بتاع اليوتروس هو في معظم الصور كده يعني ففي اليوتراينوول حصل فيه انفريشن بالماليجننتي جلاند وبدأ ايوصف الماليجننتي جلاند ده من ناحية الشيب بتاعها اللي هو فريابل انصايز وشيب يعني وتاني حاجة من ناحية اللي هي ماليجننتي سيلز وفيها الماليجننتي كريتوريا بتاعتنا نتكلم على الاسترومة غير الجلاند الكلام على الاسترومة فكرة ان هي اسكنتي وفيها شوية انفريشن على اساس ان كانسر وكده يعني وشوية هاموريجي ونيكروسيس زي اي كانسر حطناها الصورة قدامنا شايفين ماليجننتي جلاندس في هاموريجي ونيكروسيس ده تحسي ده تحسوا كأنه هاموريجي يعني او نيكروسيس للخلايا نيكروسيس اكتر يعني وده الماليجننتي جلاندس لازقين في بعض زي الاسترومة بتاعتهم قليلة جدا تعالوا نشوف الصورة كده شايفين ده دي المفروض مايوميتريام في انفيجن بحاجة شبه للجلاند اللي هي اندوميتريالجلاندس تبيطرة هي اديوميوزيس والاندوميتريالكارسينومة الادينوميوزيس كانت جلاند مختلف الاشكال والاحجام ولكنها مش ماليجننت وكمان في استرومة كويس استرومة اخرى هنا مفيش استرومة يعتبر تحس ان هي كلها جلاندس اصلا كلها لايننج وكما ان لما تيجد اتقر ارب من الخلايا هتلاحز الماليجننتي كريتيريا لازقت اصلا آنت شايف المايز الماسة الفق ديات الى ماسة الفق ديات الى هي عبارة عن اندومتريات الكارسينومة اصلا في اندومتريام يعني اصلا ظهرلي قormanي شهك 니 بابلي مختلفة مالهاش يعني بازش شكل مميز يعني الجلاند اللى قرTER هتعرف في الماليجننتي الكريتيريا الى فيها هيا الفكرة مش ظاهرة طبعا فكرة انان ارى يعني مش ظاهر طبعا ولكن فهمنا الفكرة حاكتين بس عاملين هو القديم والان هو هتفرق اهم من لاحية كمية الاسترومة اللي موجودة في كل واحدة وشكل الجلاند هتشوف البص هنا قرب عشان يوريش شكل الجلاند النكروزيس اللي في النص والخلايا الكازالية رسعات بكون موجودين في نكروزيس في النص نفس الفكرة فيش استرومة الاسترومة وليلة جدا وقالك فيهاassing bilometrics هي حاجة البسيطة نفس الفكرة شايفين نفس الفكرة يب معت السور بتاعت اي اندومترية الكرسنومة على فكرة الصورة اللي من ابعاد هاي اوضح ان انت الصورة من ابعد اللي هو ظهري traditions. اوضح ان احنا نقول لني اندومتر화 كارسنومة عن اي حاجة تاني. طبعا احنا قلنا داوة الاندومتر الكارسنومة اللي موجود هو مافيش اي تشابه منه مافين اي حاجة تانية عشان تلغبطنه. نفس الفكرة الصورة اصلا غير معبرة عن اي حاجة ولكن يعني استرومة بين قليلة الجيلاند مش عارفة ديها اصلا كنتور معين فده اكيد ما لجنا نسي ما دام هي كده مطلق بطيكش مع السكرتروي السكرتروي شكلها اوضح جدا وسكرتروي جرانيولز موجودة اما هنا لا ما فيش سكرتروي جرانيولز والدنيا ملغبطة قوي يعني تحيس يكون له انفيجن في بعض ويعني فعشان كده ده كرسينوما مش سكرتروي او اي فيز عاديا كده احنا خلصنا تقريبا خمسة سلايدز فضل لنا تلاتة اللي هي فيزيكو العمول وهي اللي هي مش هستيسا دينوما والستيسا دينوما في الفات ده كله كن تعليقنا مرتبط بفكرة ان احنا اندومتريال جيلاند وسترومة وعلى حسب بقى كل كل شكل يعني على حسب الضيونس بتاعنا اما اللي بعد كده بقى هيبقى مختلف شوية اول حاجه الفيزيكو العمول ادو حرفين الفيزيكو العمول ده عبارة عن ايه كوريونيك في اللاي ميتها تقريبا او هتموت يعني واحدة كرينب things來 scout كتابرة عن كور منذ 추من الاجب Etail كتابرة عن كور من كونكتف تيشه المفروض يكون هناك كور من زر النتد adamente اسمك för Etail ايه اللي هيحصل فيها اولا ان الكور ده مش هيبقى في بلد فيزل تاني حاجه الخلايا اللي هنا للاينج ده هيبقى سن في حتة بس ممكن يزيد يبقى هيبقى سن وفي حتة تزين تعالوا نرجع نشوف بقى الفيسيكولر مول شكله ازاي عبارة عن كاتب هوت كوريونيك في اللوي وصفها انها افاسكولر ما احنا قلنا ان هي مفهاش ايه مفهاش فيتال بلد فيزل وهيدروبيك هيحصل هيدروبيك تشينجس فيها اللي هي بتأدي في الاخر للنكروزيس لو فاكريني انها تبقى الخلايا ايدي متسيعة وصولا كده وضيليتد ومتوسع عادي يعني كوريونيك في اللوي افاسكولر هيدروبيك وضيليتد ايه اهم كلمة هي الافاسكولر وبتوسع جدا نجريك لإكسباندت هيكلم عليك على الكور والكور والكوفرينج بسيليم بتاع الكور عبارة عن كودين متسكنيك تفتشوا مفهاش بلد فيتال بلد فيزل تاني حاجه يتكلمك على السيرفس بتاعها اللي هو اللينيك متغطي بتروفو بلاستيك سلب بس سين لير في حتة بس بتبرول فريت وتعمل نو ديول كده بنصاتي التروفو بلاست بس في حتة يعني قدنا الصورة لو جيتبص على الصورة كور شكله ادمتس بيل ديول مفهوش فيتال بلد مفهوش اي بلد فيزل خلص قدنا صورتها مفيش حاجه شبهه مفيش حاجه شبه كده ان هي كون كور كده كون كور وكفرين طبعا هو الشكل مش يعني شكل إرريجولر ليه لان في بيقى في كورينك في اللايك كتير احنا وغدين كات سيكشن في قصوم فدي تيجيلي عالطرفة تيتجيلي في النص كده يعني واحنا بنقطع يعني شايفين كور واللاينينج او كفرين ده كور شايفين الصورة دي الحتة دي بحيثها كان هاي اه centبال ومظبوطة يعني كور وكفرينغ نفس الفكرة كور كفرينغ كور كفرينغ كور كفرينغ ايفيش اي مفيش بالاعد فيدة وادامة والادمتس نفسفكرة اهو كور كفرينغ كور كفرينغ ما فيش اي حاجه تلقبطنا معيها يعني ما فيش اي حاجه قبل كده احنا شفناه كده يعني اولا اقلف الموديول ده هانا او قبل الاخيرة بقى اللي هي الميشنس سيستا دينوما بتاع الاوهري الاوهري كان بيطلع فيه سيستات كتيرة وكان ميشنس سيستا دينوما دي اللي كان بتكبر قوي لو فاكرين يعني ميشنس سيستا دينوما احنا دلوقتي اي سيستة عبارة عن ايه هي عبارة عن كيس كيس ده فيه كيس اللي هو جزء البلاستيك بتاعنا يعني اللي هو يعتبر الول وفيه الفلاود اللي بيبقى في النص وما بينهم كده بيبقى فيه ليننج للول ده صح يعني وول ولايننج بتاع الول والسيست او كونتنت بتاعته يعني شكله عبارة عن دول فايبر سول ليننج خلايا بتفرز ميوسين بتبقى طول كلامنر بيزل راويندد نيكلس بيزل راويندد نيكلس هناك او في السيكريتوري فاس كنا بنقول ان هي أوبل نيكلس او الوليونجيتد نيكلس لما كنا في البروفراتف فاس اما هنا في السيستا دينوما بتاعت اليوترر بتاعت الاوفري تكلمنا على اين على ان النيكلس بتاعتنا هي بيزل او بس أوبل هي ليه بيزل و او بيزل اصلا عشان الميوسين السيكريتوريشنز اللي فوق دي زقها التحت لس وبعدين هيحصل افراز يعني عشان كده الايبكس بيبقى مفي ميوسين ايبكس بيبقى فاتح مفي ميوسين والتحت الغامق اللي في نيكلس اللي هي أوبل او قصدي راويندد بيزل راويندد طبعا ممكن اكون غلط فيها كده مرة اصلا يبقى احنا لما نيجي نتكلم على الستة دينوما اللي هي صورة الصورة موضحانة جدا عبارة عن وول الوول بتاعنا من بره فايبرس واللاينج بتاعنا عبارة عن طول كولامنر سيلز الايبكس في ميوسين اللي هو هيفرزه والبيز في نيكلس بتاعتنا بتبقى بيزل راويندد نيكلس بيزل راويندد نيكلس تاني حاجة بقى هي بردك خلينا نشوف الصورة التانية هي نفس الصورة اصلا يعني فعلشان كده نفس الفكرة خالص اللي هو الخلايا الوول بتاعنا وهنا ده اللي هو المفروض الخلايا بقى اللي بتفرز الميوسين ايبكس شايفين فتحه خالص وتحت البيزل اللي هي ايه النيكلس راويندد موجوده مزقوقه تحت كده اخر حاجة الحمد الله اللي هي البابيلا رسيرس السادنون كارسونومو مهم طبعا ان احنا اخر حاجتين دولة اللي هو سواء كان السادنون ميوسنس او اللي هي سيستادنوكارسونومو ده اورجان بتاعنا اوفري مش يترس تمام المتوقع من اسمها هنهي بابيلا ري يبقى انا هشوف بابيلا سيست يبقى المفروض فيه وول وولاينج سمعنا وولاينج والكونتنت اللي هو سيرس كنتنت يعني مشان شوفه ده وادنون كارسونومو يبقى ايه ده طبعا مليجننسي يبقى خلينا بقى اسمعنا سيست يبقى فيها وولا الوول ده عبارة عن فايبرس ايه خلينا متفقين زي اي وول عبارة عن فايبرس تيشو اللاينج بتاع الوول طبيعي ايه او عشان خلية يعني هتفرز خلايا المفروض بتفرز سيرس وكده يعني مفروض تبقى كلهم نرقى ولكن احنا هنا ستدينو كارسونومو يعني فيه مليجننسي يبقى الخلايا مليجننس مليجننس سيلس بالمليجننت الكريتيريا بتاعتنا هنا ذكر ايه؟ ذكر البوليومورفيز نحت المليجننت الكريتيريا بتاعتنا وكمان ان هي ديب بيزوفيلك ان الخلية غمقى قوي ديب بيزوفيلك دي الوحيدة اللي تتذكر فيها هنا هايبر كروماتيك نيوكلاز وميتوتيك فيجرز موجودة كمان يبقى اللي تتذكر من مليجننس هنا فكرة ان هي بوليومورفيز اشكال مختلفة واحاجات مختلفة وان هي ديب بيزوفيلك سيتوبلازم سيتوبلازم بتاعها بيزوفيلك لان هي بت ميتوزز كتير فبيبقى فيها دي ان ايه شخال ومفروض يعني فايبر كروماتيك نيوكلاز وميتوتيك فيجرز دي الحاجات التابع المليجننسي بتاعتنا يبقى احنا اتكلمنا على الوول واللاينينج وطبيعي بما ان ده كارتينومة يبقى هيعمل للوول بتاعنا فوفوسط الفايبر سوول بتاعنا هلاقي في ايه هلاقي في مليجننسيلز اخر حاجة في الاسم احنا ما اتكلمش على على البابلي دلوقتي احنا بيحصل اسمعي دي برول الفرشنج تير الخلية ففوسط اللاينج ده هتروح جاية عاملة ايه بابلي اي بابلي في اي حتة كانت عبارة عن كور ولاينج او كفرينج يعني الكور كان على طول فيبروفاسكولر كونكتف تشو كور هنا فيبروفاسكولر كونكتف تشو كور كفرينج بتاعه بس فكرة بقى شكل البابلي يعني ممكن تكون صغيرة وممكن تبقى كبيرة وكمبليكس كده يبقى البابيلا لو انا عايز اتكلم على الكومنت بتاعها يعني انا عارفت الديجنوز وعايز اتكلم على الكومنت بتاعها ممكن نجيبه من الصورة طبعا احنا نوضحها الصورة يعني بس احنا بنا نحافظينه كده كده يعني اللا هو في الاوفيريان سيست هنتكلم ان احنا عارفين سيست ادينو كارسنومة فالسيست فيه فيبر سهول وبما انه فيه كارسنومة يبقى فيه انفيشن ماليجنانت سيلز واللينج بتاعنا عباره عن ماليجنانت كريتيريا واللينج ده فيه فبيبقى عامل شكل بابيلي البابيلي دي ممكن تبقى صغيرة وممكن تبقى كبيرة اللي هي لونج وكمبليكس والبابيلي دي عباره عن ايه اصلا فيبروفاسكولار كونيكتف تشوكور ومتغطي سواء كان لير واحدة او اكتر من الماليجنانت سيلز في الماليجنانت كريتيريا اللي هي بوليمورفزم بيزوفيلك شايفين بوليمورفزم مع بيزوفيلك جيب لي بيزوفيلك سيتوبلازم مع الهايبر كروماتيك نيوكلاس والميتوتيك والميتوتيك فيجرز ده التعليق بتاع البابيرستان وكرسونوم هنشوفها ازاي زي ما انتم شايفين ده الفايبرستيشوكور ودي البابيلي مقطوعها طبعا انها بابيلي فحنا الماليج بناخد كاسيكشن بتبقى مقطوع مش مش ريجولار خالص مطلق بسطناش طبعا مع الفيزيكولار كور بتاعها ما بيكونش فيه بلد فيزل كان بيبقى بيل قوي البابيلي بابيلي في كل حتة بابيلي بابيلي لينج طبعا ابسينا بتاعها مش ظاهر في الصورة هنا تعان شوف صورة تانية اوه فايبروفاسكولار كونكتف تشكور شايفين في البلد فيزل ازاي عشان ما يلغبط ماش مع التانية اللاينج بتاعنا شايفين دي بيزوفيلك دي بيزوفيلك جدا يعني بابيلي 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 شايفين فايبروفاسكولار كونكتف تشكور واللاينج بتاعها دي بيزوفيلك نفس الفكرة فايبروفاسكولار كونكتف تشكور شايفين البلد فيزل طبعا واللاينج بتاعنا اللي هو البيزوفيلك لاينج والنيوكلاس بتاعتنا اللي هي متنطورة في كل حتة زي ما تشايفين غامقة جدا بابيلي 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 كان عندنا في الاول اتكلمنا على الحاجات نورمال اللي هي وكان شكلهم ايه لحد كبير يعني مميز مش ايه لحد كبير هي لحد حقيقي يعني او ده شايفين الخلايا شابها بعضها وكان في ايه حاجة في الاندومتريم بس نفتكر ايه حاجة في الاندومتريم بنتكلم على جلاند و ستروما الجلاند بن تكلم على شكلها و اللايينج بتاعها وقامCraنا بأقعد الحساب كل كل سلايدي يعني ده الجلاند شكلها شابها بعضها иде عقيقي والستروما كلها خلايا شاكروا شرم ده جلاند جدا وطورة شواص شكلها مش منتظم و الخلايا بتاعتها مليء موسين فتحه جدا مش مليء موسين مليء موسين الي هي فتحه جدا الي هي ومش بابين قوي يعني ان انا اقول فيها موقتة ايه بس الفكرة كلها وهي ديليتد وطورشيوس دلانس وهذا اسمها؟ هذا اسمي الاندوميتريا هيبربيليزيا لماذا؟ أولاً إحنا في الاندوميتريا نحن نعطر في إحنا لنعملين انفجين يعني ليس انفجين في الإنماماتيوم أو شيئا لنشك في شيئاً ثاني حاجة الجيلانت شكلها مختلف في الأشكال وفي الأحجام وفيه سيستيكال الاندوميتريا وفيه حتة فيها في اللايننج بتاعها ها في اكتر من مليار يعني استرومة موجودة وكتيرة, استرومة كتيرة هدي السيمبل اندوميتر هايبربليزيا جلاند كتيرة وسترومة كتيرة ده نفس الفكرة استرومة كنا منقول ان هي غريبة شوية ولكن ما تلاخبطناش مع اي حاجة تانية ان فيش اي حاجة تانية شبهها يعني اي جلند شكلها مختلف ومختلف متنا تتوارها في كل حتة وفي استرومة كتيرة 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 الادينوميوزيس كان في وسط الاندومتريوم قصدي في وسط الميومتريوم فيه جلاندس اللي هي شكلها غريب ديها جلاندس اشكال مختلفة في الحجم المشرف ايه وفيه ما بينهما سترومة برضك اللي هي سلورسترومة كنا بنكلم على الانجي بساع الجلاند بشكلها وكما ده اسمه ايه ادينوميوزيس حتة زرقه في وسط ايه في وسط حمار حتة زرقه برضك في وسط حمار هي ده نفس الفكرة ادينوميوزيس هي نفس الصورة واحدة اصلا هنا بقى كل حمار في بعضه اصلا تحسينه اه ده اللي هو الايه ده الماومتريوم برضك اي حتة فيها ماومتريوم كمان شوف شوف الجزء اللي جوه عندنا حكتين يعني فيهم اللي هو الادينوميوزيس هذا الادينوميوزيس و الانجي يطررة الادينوميوزس لماذا ان كان شكل وهو هدو كان في السروم واحدو لانجي وكان هنا يكون جلاندس كثيرا ام هنا لا وستستظ configuration كلها جلانس والال miniature الايلا وكمان لما نبص على الطرف هلاقي فيه انها ايه اندومتريول كارسنومة يعني فيه بابيلي واشكال مختلفة فهذا الاندومتريول كارسنومة الماس بتاعتنا يعني اللي عمنا انفيجها النام. هنا بيتكلم هنا يعني مقرب على الجلان فكرة النكروزيس بتاع الخلايا والخلايا الملطبول يرز الموجودين نفس الفكرة النكروزيس بتاع خلايا مايلغبطنش مع السيكريتوري السيكريتوري ما بيكونش فيه النكروزيس هنا سيكريتوري الخلايا بتاعته بتبقى بينا ان هي فيه سب نيوكلر فببقى شايفها يعني وحيطة تفتحة وكده. دي نفس الفكرة اللي هي فيه حاجات جدا يعني والخلايا ما فيهاش ما فيهاش خالص لأ متنطورة ولا زين في بعض ما فيش استرومي يعتبر نعم 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 كنا بنتكلم على كور وكفرينغ الاهم حاجة اللي هي عبارة عن كورينيك في اللايا نفس الفكرة عبارة عن كور ما فيهاش بلاف ديزل خالص وكفرينغ كورز وكفرينغ مفيش بلاف ديزل في النص Maggie cesta quienاشا是 hahn's system dienoma هي كان شكلها كده تل هاي hello old بتاع السيست عبارة عن فيبر Vielen final وما هو التسل funniest فوق وتحت diencial qui solve puzzles رون di孵 لاس اللي بعد اللي الاستناء الطDC كان عبارة بعد ما فيها؟ عبارة عن بابيلي فيها أضلات brut واェك مفي Coco e decyب事 بابيلي ابقى مختلفة الاشكال وال practice por نفس الفكرة عبر عم بابلي الله ينجب تاعها شكل غريب اللوه دي بيزف الكيان بابل ريسير استيسر من الكرس الماء وزغفري الحمد لله شكرا شكرا ربنا معكم إن شاء الله ما كنت استفدتوا حاجة بتكرار بس بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته